يجب أن تعترف أخي الحبيب أن تعترف أمام الله سبحانه وتعالى أنك مخطئ أنك ظلمت نفسك أنك أخطأت في حق الله قصرت في حق الله فكلما ضاقت بك الأمور قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الدعاء دعاء النجاة من الغم حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أحببت أن أتأمل معكم هذه الآية الكريمة من سورة الإسراء ولكن هناك قصة أحببت أن أرويها لكم حدثت مع أحد الملحدين في ألمانيا والذي كانت هذه الآية سببا في إسلامه ولها علاقة بأمواج البحر هذا الملحد كان ينام ويريد أن يهاجم الإسلام فيفتح القرآن يريد أن يلتقط أخطاء من القرآن ليثبت للناس أن هذا القرآن هو كلام بشر وليس كلام الله تبارك وتعالى فكان عندما ينام يرى في المنام وكأنه في وسط البحر وأنه يشرف على الغرق في اللحظة التي يكاد فيها أن يغرق يقول يا رب ويستيقظ وهو مرعوب وخائف ويقول في نفسه كيف أنادي الله سبحانه وتعالى وأنا لا أؤمن به أصلا ويقدر الله أنه في اليوم الثاني ينام ويرى نفس الحلم فيستيقظ مرعوبا خائفا عندما يرى نفسه يغرق ويقول يا الله ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى القرآن ليتابع قراءته على أمل أن يلتقط أخطاء علمية فيصادف آية كريمة هي موضوعنا اليوم أيها الأحبة يقول الله تبارك وتعالى فيها وإذا بسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه سبحان الله فوقعت هذه الآية على قلبه وعقله موقعا بالغا وقال والله أنا هذا الكلام الذي أقرأه أمامي في القرآن أنا كنت أعيشه في الحلم كنت بالفعل عندما أكاد أن أغرق أقول يا رب يا الله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فقرر أن يتوب إلى الله وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذه الآية أيها الأحبة يجب أن نتأملها يجب أن نعلم أنه في حالة الضيق ليس لك إلا الله سبحانه وتعالى يجب أن تعلم أخي الحبيب أن الأبواب إذا أغلقت في وجهك وإذا تخلى عنك الناس وإذا وجدت نفسك وحيدا كأنك وسط الأمواج في البحر تتقاذفك أمواج هذا العصر أمواج الظلم والإلحاد والكفر وضيق الرزق وأمواج عاتية وأنت وحيد وسط العاصف يجب أن تعلم أنه لا يستجيب لك إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون كل من تدعوه من حولك وكل من تلجأ إليه في وقت الشدائد من البشر سيضل عنك سيذهب بعيدا عنك سيتخلى عنك إلا الله عز وجل الذي يراك ويسمع كيف لا وهو الذي خلقك عندما كنت جنينا في بطن أمك أخي الحبيب انتبه معي كنت محاطا بسائل مظلم هيا الله لك كل وسائل الرزق والتدفئة والحماية ووسيلة لتصريف الفضلات ووسيلة لتغذيتك وأنت ضعيف لا تبصر ولا تستطيع أن تفعل أي شيء داخل هذا الرحم المغلق المظلم لم ينسك الله من فضله أينساك الآن وأنت تقول يا رب أرزقني أينساك الآن وسط هذه الظلمات وهذه المشاكل التي نعاني منها اليوم أينساك هذا الإله العظيم وأنت تدعوه بإخلاص وتقول يا رب اكشف عني الضر لذلك أنا أود أن أتأمل معك أخي الحبيب أيضا قصة سيدنا ذنون هذا النبي الكريم النبي يونس الذي كان في وسط الأمواج تتقاذفه الأمواج وجاء الحوت والتقمه فأصبح في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وفي ظلمات بطن الحوت فنادى في الظلمات قبل أن أقول الآية من يستطيع أن ينقذك في هذا الموقف لو اجتمعت الدنيا كلها وجاءت كل وسائل البشر هل تستطيع أن تخرجك من بطن الحوت في أعماق المحيط فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اعترف بأنه ظلم نفسه عندما خالف أمر الله فترك الدعوة إلى الله وبسبب أن قومه لم يستجيب له والله لم يأذن له بعد بالخروج فخرج فابتلاه الله بهذا البلاء ولكن هذا النبي الكريم من الذي أنقذه ثقته بالله من الذي خلصه من ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت إيمانه الشديد اعترافه أمام الله يجب أن تعترف أخي الحبيب أن تعترف أمام الله سبحانه وتعالى أنك مخطئ أنك ظلمت نفسك أنك أخطأت في حق الله قصرت في حق الله فكلما ضاقت بك الأمور قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الدعاء دعاء أن جات من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فدائما أخي الحبيب الإنسان عندما يضيق به الحال ويتخلى عنه كل الكون ويبقى وحيدا في مواجهة مصيره هناك إله عظيم لا ينساك موجود وقريب منك ولكن فقط أن تدعوه فقط أن تقول يا رب فقط أن تعترف بتقصيرك وظلمك وتفريطك في حق الله سبحانه وتعالى وتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا الدعاء والله أيها الأحبة له مفعول مفعول قوي جدا كثير من الناس اليوم يغرقون في مستنقع هذا الواقع المؤلم اليوم بين اللهو والعبث والمخاوف من المستقبل وتجد وضعه تعيس جدا وعلى الرغم من ذلك لا يفكر أن يلتج إلى الله الحل بسيط أخي الحبيب هو الالتجاء إلى الله بصدق بأن الله هو المسؤول عن هذا الكون هو الذي يحرك كل ذرة من ذرات هذا الكون فلا يعجزه أن يخلصك من مشكلة وقعت بها لا يعجزه أن يكشف عنك الهم والكرب والضيق البلاء أخي الحبيب البلاء هدفه أن يختبرك الله يختبر إيمانك وليس الهدف أن الله سبحانه وتعالى يضيع وقتك أو يؤذيك أو يكرهك لا حاشا لله الله يحب لنا الخير فيبتليك بشيء بضيق معين بضيق رزق بمرض بأذى تتلقاه ممن حولك وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أكثر شخص في الكون أوذي في سبيل الله ولم ييأس كان يصبر ويقول يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي المهم أن تكون راضيا عني هكذا كانت ثقافة الحبيب عليه الصلاة والسلام ثقافة الرضا كان يرضى بقضاء الله يرضى بالشيء الذي قسمه الله الله سبحانه وتعالى لذلك أخي الحبيب تذكر دائما هذه الآية وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا الإنسان من طبيعته أنه يجحد النعمة في حالة الرخاء الإنسان يجحد نعم الله سبحانه وتعالى في حالة الرخاء عندما يكون مسرورا رزقه واسع يجحد ويكفر وينسى فالله عندما يحبك يريدك أن تتذكره يريدك أن تدعوه يريدك أن تقول يا رب فيبتليك بما تكره العبد أخي الحبيب إذا أحبه الله ابتله كما قال حبيبنا عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يرفع منزلة لإنسان يبتليه بما يكره إذا أراد إذا أحب إنسانا يحبه أن يدعوه طيب الآن إذا كانت ظروفك كلها جيدة وأنت تغرق في التجارة والمال والدنيا إلى آخرين طيب هناك أناس هناك أناس أخي الحبيب يغرقون في المال يمر عليهم تمر عليهم أيام أشهر سنوات ينسى أن يقول يا رب ينسى أن يقول لا إله إلا الله لماذا؟ لأن الدنيا شغلته الدنيا مثل الموج الجارف أخي الحبيب هذه الدنيا هي مثل الموج العاتي الذي يجرف كل ما يجده في طريقي فإذا استسلمت للدنيا نسيت الله ونسيت نفسك ونسيت الآخرة ستكون ممن يقول الله فيهم فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَا فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون فالبلاء والضر وتخلي الناس عنك هذا أمر إيجابي يجب أن ننظر أنه محبة من الله لنا وليس وليس أن الله يكرهني لماذا خلقني؟ الله يريد لي الخير ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا الإله العظيم يريد لك الخير ويريد لك السعادة ويريد ويعرف مصلحتك أكثر منك أنت عندما تذهب بابنك للطبيب ويقول لك يحتاج لعملية جراحية أنت تسلمه ابنك وتعطيه مالك وأنت فرح أنه سيقطع أجزاء من ابنك سيستخدم المشرط ويبدأ بالعملية الجريمة وأنت مبسوط فرحان لماذا؟ لأنك تدرك أنه سيتألم قليلا ولكنه سيفرح كثيرا وسيرتاح كثيرا كذلك أخي الحبيب أنت الآن في مرحلة الدنيا هي عبارة عن متاع قل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع يعني أنت ذهبت في رحلة لمدة ساعتين ثلاثة يوم وانتهى هذه الدنيا فالله يريد لك الآخرة الله يريد الآخرة الباقية يريد لك هذا الخير وبالتالي يجب أن تتألم قليلا في الدنيا انظر إلى هذه الدنيا وكأنها عملية جراحية يعني إذا أردت أن ترتاح انظر إلى همومك وبلائك وضيق رزقك ومشاكلك التي تعاني منها وتخلي الناس عنك انظر لهذا الأمر على أنه مثل عملية جراحية أنت تقوم بإجرائها في الدنيا لترتاح بعد الموت لأن الحياة الحقيقية تبدأ بعد الموت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذن يجب أن نتميز أحبة في الله بثقافة البلاء ثقافة أن ننجح في الاختبار أنت عندما ترسل ابنك ليختبر ليدخل في كليات الطب مثلا أو كليات الهندسة أو ترسله ليختبر من أجل وظيفة مرموقة سيتعرض إلى أسئلة قاسية ربما سيسهر ليالي طويلة ليحضر لهذا الامتحان ولكن أنت فرح لأنك تنظر لما بعد الامتحان الدنيا هذه أخي الحبيب هي امتحان هي فترة اختبار فإما أن تنجح فيها أو تفشل فيها هناك من يضيع وقته وهو في الاختبار ويجلس ويلهو وتكون نتيجته سيئة هناك من يجتهد ويعمل فيحصل على ما يطمح إليه لذلك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم إذن نحن خلقنا لنبتلى أكرر أخي الحبيب أحفظ هذه الآية الذي الله يعني الذي خلق الموت والحياة لماذا خلق الموت والحياة لنذهب ونشاهد المسلسلات والأغاني ونلهو ونجمع ونأكل ونشرب ونبني وكذلك ليس هذا هو الهدف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم والبلاء هو الأشياء القاسية التي يتعرض لها الإنسان المرض الشديد ضيق الرزق أذى الناس لك أذى زوجتك لك أو بالعكس أذى الزوج للزوجة تصاب بمصائب يموت إنسان عزيز عليك تفقد إنسان كان يحميك تبتلى بأمراض متعددة هذا هو البلاء ليبلوكم هذا معنى ليبلوكم أيكم أحسن عملا هل تصبر وتتق الله وتقول يا رب أنا سأنجح في الاختبار سأصبر ابتغاء وجه الله سيدنا يعقوب عندما صبر ماذا قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لم يفقد الأمل حتى بعد أربعين عاما بعد أن ذهب سيدنا يوسف وطبعا خذعوا أباهم وقالوا أكله الذئب وكل الناس اعتقدوا أنه انتهى هذا النبي الكريم سيدنا يعقوب لم يفقد الأمل قال لبنيه يا بني ذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لم ييأس طيب أنت يصيبك مرض تيأس تفقد شيئا تيأس لا سيدنا سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف والأنبياء جميعا نجحوا في الاختبار نجحوا في هذا الابتلاء يجب أن تنجح في هذا الابتلاء فتقول يا رب أنا سأصبر صبرا جميلا هنا السؤال أيها الأحبة كيف أعلم أن الذي أصابني هو بلاء أم هو يعني استدراج بكل بساطة هل قلت الحمد لله هذا هو الجواب ما دم تقول الحمد لله فأنت في حالة ابتلاء وأنت ناجح في هذا الاختبار الحمد لله فقط هي كلمة واحدة هذه الكلمة لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بها الحمد لله كلمة عظيمة جدا لذلك أول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن الحمد لله رب العالمين فأنت ما دمت تقول الحمد لله رب العالمين فإذن أنت في حالة ابتلاء وأنت على طريق النجاح لأنك أدركت أن هذا بلاء من الله وأدركت أهمية أن تحمد الله عز وجل النوع الثاني الذي نحذر منه عندما تصاب بمرض أو ابتلاء أو ضيق إياك أن تقول ما الذي فعلته يا رب لتتلييني ما الذي فعلته لكي أخسر تجارتي أو أفشل في عملي أو أفشل في زواجي ما الذي فعلته إياك أن تقول ذلك إذا قلت ذلك فهذا بداية أول درجات الكفر والعياذ بالله أول درجات الكفر الاعتراض على قضاء الله إبليس لماذا خرج من الجنة اعترض على قضاء الله إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر لم يسجد سيدنا آدم ثقافة الإبتلا أخي الحبيب نحن بحاجة لها لكي نكون لكي ننجح في هذا في هذا الاختبار وإلا كارثة إذا يعني إذا كنت ممن يتذمرون ويسألك ماذا كذا تقول ما ذنب أن يصي أن ابتلى بكذا ما ذنب وكأنك تشكو الله إلى عباد الله هذه أخطر قضية أنت يجب أن تحذر منها وتتجنبها كل الأنبياء صبروا فصبر جميل لذلك الله عز وجل يريد لك الآخرة ويريد أن يدخلك في جنات النعيم تمام؟ ما هو الإجراء الذي سيطبقه عليك لكي تصبر طب إذا أعطاك المال والمتاع والدنيا طب على ماذا ستصبر؟ فهنا يأتي دور البلاء طبعا هناك صبر على الشهوات أصعب من الصبر على ضيق الرزق يعني هناك أنواع من الصبر حتى تصبر يجب أن تبتلى والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذن يوم القيامة ستتلقاك الملائكة وتقول لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار طب كيف تصل إلى هذه المرحلة؟ إذا لم تصبر طيب كيف أصبر؟ إذن يجب أن يكون هناك بلاء يجب أن يكون هناك ضيق في العيش في الرزق يجب أن يكون هناك مرض يجب أن يكون هناك ظلم أتعرض له شيء أصبر عليه الشيء قاسي تعصف بي من حولي فإذن البلاء طريق الجنة إذا لم تبتلى هذه مشكلة يعني كان أحد الصالحين يقول أنا اليوم الذي لا أبتلى فيه أخاف فيه على نفسي من الفتنة إذا مر يوم ولم يبتليه الله بشيء يصبر عليه يخشى على نفسه من النار ولياذ بالله لذلك أحبتي في الله أكرر هذه الآية أرجو أن نحفظها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن وعملا وهو العزيز الغفور هذه آية رقم واحد وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه آية رقم اثنان والآية الثالثة والمهمة جدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الكرب والهم والبلاء والغلاء والوباء عن كل الناس وأن يلهمنا الدعاء في وقت الشدائد نسأله أن يلهمنا أن ندعوه وأن نحمده على كل حال فنقول الحمد لله على كل حال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته